السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير والاخير وسمحوا لي الى هذه الغيبة الطويلة اللي غبرت عليكم ولكن والله عندي الخدمة مزيرة بزب سوغتم عدبة وراء العيد تحركت شوية الحركة ذاك شي علاش غبرت عليكم ولكن ان شاء الله ما نسيتكمش بعض الوصفات وبعض الروتينات للي خدمت اليوم جيت باش نشارك معاكم واحد اللي خدمتها اللي هي طرطة دي الخطوبة ولكن كوموند اللي هي مميزة بالنسبة لي انني خدمتها في اقل من ساعة السيدات تصلت بيا مع ديك الخمسة ونص هكدك وبغاعتها مع السبعة تكون واجدة حيث الخطوبة اصلا كانت مزروبة ما جات غير على غفلة وحتالها كوموند انا جاتني على غفلة والحمد لله اني قدرت نشدها وقدرت نتفوق فيها ودرت واحد التحدي بين عيني ودرت الكورونا وقدامي انني نخدمها في ساعة والحمد لله خدمتها في اقل من ساعة معيني في خمسة وخمسين دقيقة كملتها وغادي تشوفوا معي اي حاجة اي حاجة اخذت لي من دقيقة وكل حاجة في الوقيت اللي خدمتها فيها مهم خليكم مع الفيديو حتى الاخر وما تنسوش اللي كانت هدي اول زيارة لكم للقناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله نبدأ معكم بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نحتاج ثلاثة ديال الجنوازات انا هنالضيق الوقت غادي نخدم ثلاثة ديال الجنوازات في خطرة واحدة قدرت هنا يا اتناشر بيضاء بحجم متوسط غادي نحتاج معهم ثلاثة ديال اكياس ديال السكر بنكهة الفانيليا وغادي نحتاج ثلاثة ديال السكر بحبيبات اي ما يعادل تناشر معلقة يعني كل بيضاء كنحتاج فيها معلقة ديال السكر يعني كل بيضاء كنحتاج فيها ثلاثين غرام ديال السكر عندي هنا يا تلتمية وستين غرام ديال السكر غادي نحتاج ايضا تلتمية وستين غرام ديال الدقيق الابيض اه نفس الشي ايضا تناشر معلقة ديال الدقيق الابيض غادي نحتاج هنا يا رشة ديال الملح صفي هدوهما المكونات الاساسية اللي غادي نحتاج في الجنواز اه بالنسبة لي انا غادي نخدم في العجانة نضيف ثلاثة الأكياس السكر و الرشة الملح و نضيف السكر كامل قد تضيف حجم 20 عام في 1 عشان كامل يجعلان ثلاثة في عجانة ترغي و نضيف حجم في مطلق و نضيف حجم 3 عام و نضيف حجم بيض و يتحضب الحجم و نحن تقول فم تشاهدون اخذ دقيق ونقسمه على ثلاثة دفعات سوف نرشه على الخليط اللي عندي ديال الجنواز وسوف نرشه مباشرة بصفية او غربال باشا كده يتوزع لي دقيق على الخليط ديالي لان اذا درتو دقيق غربلتو ودرتو في واحد الاناء بقيتو تضيفو بالمعلقة را يقدر يتكتلكم دقيق في الواسط لكن اذا درتو هاد طريقة هادي غيتخلط لكم الخليط ديال الجنواز بكل سهولة وما يتكتلش لكم الدقيق وما يهبطش لكم من تحت وايضا كيتوزع بكل سهولة وكيتخلط لكم بكل سهولة وكتحركوها بواحد سباتيول او لفوة يكون كبير كيف ماشتو معايا كتخلطو من تحت الفوق من تحت الفوق بهذا الطريقة هادي بدون ما تطيحو ذاك الخليط ديال البيض وغادي نوزع هاد الخليط ديال الجنواز هادا اللي عندي غاوزعو على ثلاثة ديال الصينيات هنا كيف ماشتو معايا لبستو بالورق ديال الطبخ او لورق الفرن وغادي نوزع هاداك الخليط اللي عندي على ثلاثة وغا نليسي هكدا بواحد سباتيول هكدا باش ما يبقاش الوجه ديال الجنواز ديالي شي جهاتها العاجية هابطة انا هنا يا لبنات غادي نطيبهم فزوج ديال الفرن ديال الغاز عادي ووحدا درتها فرن كهربائي نار تكون مهيلة اللي عندها الفرن كهربائي تدير على 180 درجة فقط تخليول جنواز ديالكم عشرة دقايق فقط بالنسبة لي انا اللي طيبتها في القاز درتها من الفوق 8 دقايق وغبتها لتحت جوج دقايق فقط على ما تحمرت شوية وعطتها دلوين هادا الدهابي كيف ماشتو معايا لبنات بالنسبة للبيض فانا اخذالي عشرة ديال الدقايق باش طلعتو او لا ما وصلاش يعني ما بين باش طلعتو باش خلطو عشرة دقايق طياب ديال الجنواز ايضا خدالي عشرة ديال دقايق هانتو ما دا باكت كيف ما كتشوف وراء عشرين دقيقة دا باش خدمت هاد المرحلة هاد اللولا هنا يا الضيق الوقت غدي ندير الجنوازات ديالي ثلاثة بيهم في المجمد يبردوا واحد شوية بما غنطرب الكريمة ديالي باش ما يعني باش ما تسيحش اللي يام اللي نوضع الكريمة فوق الجنواز ضروري ما تخليوا الجنواز ديالي تبرد او لا كتديروها في المجمد هنا يا غدي ناخد تقريبا واحد اترول الاربع ديال الكريمة السائلة اللي غتكفيني في هاد الاتاقت هادي منتسبة للكريمة انا دائما كنشارك معاكم النوعية اللي كنستعملها واللي هي ماجيك تقدرو تديرو ماجيك او لا هولالا او للي ما متوفرش عندها الكريمة السائلة تقدر تدير بودغ شانتيه عفوا هادي اه كم مرشي معايا طلعت الكريمة ديالي حتى اه اه ضعف الحجم ديالها وتماسكت داب اه 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 رجعت الكريمة ديالي افتلاجة باش تبقى قابطة راسها وتبقى متماسكة خديت داب الجنوازات ديالي بثلاثة رجب التوم المجمد راهم بردو شي شوية اه غدي نحاول هكدا انني نقطحهم على الحجم اللي انا بغيها اولا الحجم بالاحرة اللي بغت سيدا لانا بغت فيها زوج كيلو هاد الاتاقت هادي اه قطعتها هكدا على الحجم اللي انا بغيت تقريب ان كان فيها شي اه واحد خمسة وعشرين سنتيم على خمسة وثلاثين سنتيم قطعت اللولة قديتها مزيان قطعت لادوك الجواني بكل محيتهم وغدي نبقى هكدا كنحطها على الجنوازات الاخرين وغا نقطع عليها باش ناخد نفس العبار ديال هاد الجنواز هادي باش اللاتاقت ديالي تكون متماسكة ام عفوا تكون متقادة من كل جيهة اه طريقة سهلة جدا كيف مشتوا معي يعني مشي بضرور انك تكوني محترفة باش غت تحضري واحد اللاتاقت اللي تكون بهاد الشكل هادا مهمنا غدي نقطع الجنوازات ديالي كاملين بنفس الطريقة غادي ناخد هنيا واحد الكارتون هادا اللي كان وضعه فوقو اه ليتاخت هنيا هاد الكارتون هادا كي تباع المويمرة كتاخده من عند بائع مسلزمة الحلويات اما كتاخده هكدا وجده اما كتاخده واحد المورسو كبير وكتقطه الى قاعد الحجم اللي بغيتو احجام اللي بغيتو هن عندي سيرو كان متوفر عندي فتلاجة درت كاس ديال الما عفوا كاس ديال سكر معزوج كيسان ديال الماحت كي يغليهم بزيان وقدروا له منوك هاللي بغيتو انا درت الفاني وغادي نسقي به كنوضعه دائما انا مليك نخدم شي طارتا او لا اه ليتخونش او لا كنوضع السيرو في واحد القرعة صغيرة كنديلها واحد التقيبات من الفوق باش اكدا كدك تسهل علي العملية ديال السقي ديال الجنواز ديالي هنا يا كيف مشتوا معايا وضعت الطبقة اللولة ديال الجنواز درتها على وجهها وسقيتها واحد شوية طبقة اللولة ما كتسقيواش بزاف تسقيوها غي شوية وضعت طبقة اللولة من الكريمة وصرحتها مزيان بهديك سباتول وضعت الطبقة التانية ديال الجنواز وسقيتها مزيان طبقة التانية وضعت هكدا كنسرحها مزيان باش جني لطاقت مقدة يعني ما تحتجوش انكم من بعد قوت تقديوها ولا تجيها طلعاجها هبطة هكدا كتقدوها في الاول باش جيكم لطاقت من اللول مقدة هنا يا عادرت الطبقة الاخيرة ديال الجنواز سقيتها ايضا بنفس طريقة مزيان وقد نوضع واحد طبقة ديال الكريمة لكن هنا في الطبقة الاخيرة كدير واحد طبقة ديال الكريمة تكون خفيفة ما تكونش غليظة بزافة لانها فقط باش نغطيه الوجه ديال الجنواز هنا بالنسبة للطبقة التانية ديال الجنواز والثالثة يعني الاخيرة كنوضع الجنواز مقلوبة يعني ذاك اللي كيكون لتحت كترجعه لفوق هنا يا سافي كيف مشو معايا كنوضع الكريماء وكنبدا كان ليسي الوجه والجناب ديال هاد لطاقت هدي باش ديني مقادة من جهجي هات لا من الجناب ولا من الوجه ديال هاد لطاقت هدي المهمة البنات كيف مشو معايا هنا يا طريقة ساهلة جدا يكفي لانك يكون يعني الدك خفيفة ايلا بغيت تحضري هاد لطاقت هدي بسرعة هنا يا اخديت واحد للمينديل او واحد الورق ديال المطبخ وبديت كان مسحك ديال الجناب من بعد ما قديت لطاقت ديالي كاملة مع الجناب وغدين وضحها في المجمد واحد مدة خمسة دقايق فقط لان هنا كنت مزروبة تقدرو تخليوها تباتلي لكاملة يعني هنا خليتها فقط خمسة دقايق غيباش ديك الكريماء راسه وغدين خرجها وغدين زيينها تزيين اللي اختاريت لها البنات تزيين هو بسيط وسهل وراقي في نفس الوقت خديت الكريماء اللي تبقات لي وضعتها في واحد البوش اللي اللي البوق دياله مسنن وبديت هكدا كندير ديغوزاس اولا هكدا وريضات مع الجناب هنا البنات خديت واحد زوج معالق كبار ديال الناباج سخنتهم شوية في واحد الكاسورونا اضفت عليه شوية ديال الملون الابيض وضفت عليه شوية ديال الساتيون اولا الملمع وغادي نخلط مزيان مزيان حتى غنت نتحصر على واحد البحل وغادي يكون ببيض وفيه داك البريون اولا داك الملمع هدي كتبقى فقط مرحلة اولا اه واحد الحاجة اللي هي اختيارية تقدرو تديرها كيفما تقدرو تستغنائه عليها غي كتعطينا واحد لشكل زوين وكتعطينا واحد لمعة في لطاقت ديالنا ويمكنها وزعتوه علي الوجه ديال اولا داك لوسط ديالة بسطها مزيان بواحد المعلقة دارتها البنات هنا بديك الكريمة واحد القليب في الوسط هاد القليب اكيد كان تحت الطلب ديال سيده هي اللي بغايت بش يكون هاد القليب في الوسط ويكون فيه الحرف الاول من الاسم ديالها والحرف الاول من الاسم ديال الخاطب ديالها وعمرت هذه القليبة بخليطة النبج والغليكوز مع نكهة الفخيز والفراولة اللي كانوا متوجدين عندي في تلاجة المهمة حاولت انا ننزين باي حاجة متوفرة عندي في الاخير ضفت هاد الوريدات هادو اللي يزينو بهم لطاق وكتبت الاسم ديال العاروس والعاريس وكتبت هكذا عليهم خطوبة سعيدة نتمنى عنا هاد الاطاق تكون نالت اعجاب ديالكم كيفما نالت استحسانوا اعجاب السيدة اللي طلبتها مني الحمد لله خدمتها بواحدة سرعة اللي صاروخي يعني في اقل من ساعة كانت واجدة هاد الاطاق خدتلي بالضبط 55 دقيقة كيف مما قلت لكم خدتلي 10 دقيق في الاول و 10 دقيق في الطياب و 5 دقيق في المجمد هديك 5 دقيق صوت فيها الكريمة وخدتلي 10 دقيق ديال باش مونتيتها و 10 دقيق باش زينتها مهم الوقت كله ما تعداش 55 دقيقة بالنسبة لها دلاتاق تهدي فانا خرجتها ب 150 درهم لانا حلوة ديالا كريمة بوحدة كان خرجها ب 80 درهم الكيلو وهدي كان فيها زوج كيلو نغم الموكة تخرج لي 160 درهم ولكن انا عدرت مع السيدة مزيان وحسبت لها فقط 150 درهم الفيديو جالي هنا غادي سالين خليكم دبا الى اللقاء موسيقى موسيقى